بمشاعر ايمانية مهيبة حجاج بيت الله الحرام يقفون على جبل عرفات لاداء الرهن الاعظم كما في كل عام ميليشيات الحوثي تستغل حلول عيد الاضحى المبارك وتفرض جبايات جديدة لدعم حربها واستقبالا للعيد المبارك يطلق حملة نظافة واسعة في سواحل ومتنفسات العاصمة عدن اهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه النشرة الاخبارية من قناة الغد المشرق وكل عام وانتم بخير يواصل نحو مليوني ونصف المليون حاج التوجه الى صعيد جبل عرفات لاداء ركن الحج الاعظم هذا واستمع الحجاج الى خطبة عرفة في مسجد نميرة وادوا صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا ومن ثم شرعوا بالدعاء والتضرع الى الله حتى غروب الشمس حيث يبدأ نفير الحجاج الى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء ويبيتون حتى فجر اول ايام عيد الاضحى المباركة ليبدأوا باداء المناسك الاخيرة لبيك اللهم لبيك بهذا الدعاء وبكامل معانيه ومشاعره الروحانية سرى اكثر من مليوني حاج الى جبل عرفات بعد ليلة انضوها في وادي ميناء لاتمام اداء الفريض والركن الخامس من اركان الاسلام مع اشراقة صباح التاسع من شهر ذي الحج بدأ حجاج بيت الله الحرام التوجه الى صعيد عرفات كما استمع الحجاج الى خطبة عرفة في مسجد نميرا وادوا صلاطي الظهر والعصر جمعا وقصرا باذان واحد واقامتين ومن ثم شرعوا بالدعاء والتضرع الى الله حتى غرب الشمس ومن ثم ينفروا الحجاج وبعد ذلك الى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء ويبيتون فيها حتى فجر العاشر من شهر ذي الحجة اول ايام عيد الاضحى المبارك وذلك امتثالا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام حيث بات فيها وصل الفجر في ذات اليوم المبارك يشارك الحجاج في رمي الجمرات اخر اهم المناسك قبل ان يتوجه الى المسجد الحرامي في مكة لاداء طواف الافاضحى حول الكعبة في اول ايام عيد الاضحى المبارك على صعيد الحجاج اليمنيين يؤدي اكثر من 24255 حاج يمنيا فرضة الحج لهذا العام ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بعثة الحج الى بذل مزيد من الجهود والتسهيلات والرعاية التامة للحجاج اليمنيين حتى عودتهم سالمين الى ارض الوطن اما عن مستوى الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية الى حجاج بيت الله الكرام فقد اعلنت مختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج عن توفير الخدمات الطبية والاسعفية والتموينية وما يحتاج اليه ديوف الرحمن بالاضافة الى متابعة امنية مباشرة يقوم بها افراد مختلف القطاعات الامنية والتي احاطت طرق المركبات وضروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج الى جانب ارشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم عثر مواطنون على العديد من الجثث لاشخاص جرفتهم سيول الامطار الغزيرة في طريق حيفان طور الباحة بين محافظتي تعز ولحج وقال سكان المحليون انهم عثروا على قرابة اثنتين وعشرين جثة لمواطنين جرفتهم السيول مع سياراتهم بعد امطار غزيرة شهدتها المنطقة وفي وقت سابق اعلنت منظمة الامم المتحدة للطفولة عن نزوح 1753 اسرة جراء الفيضانات التي شهدها اليمن منذ مطلع العام الجاري صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم 15 لسنة 2023 قضت المادة الاولى منه بمنح البرنامج الوطني للتعامل مع للغام وسام الشجاعة كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم 16 لسنة 2023 قضت المادة الاولى منه بمنح المشروع السعودي لنزع للغام مسام وسام الشجاعة وقضت المادة الثانية من هذين القرارين العمل بهم من تاريخ صدورهما ونشرهما في الجريدة الرسمية جدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي التأكيد على ان مفتاح الحل السلمي للصراعي في اليمن يكمن بعودة الجنوب كدولة مستقلة واشار الزبيدي في حوار اجرته معه القناة الرابعة البريطانية الى ان عودة الجنوب الى وضع ما قبل العام 1990 سيكون احد عوامل الامن والاستقرار في المنطقة وبشأن امكانية التعاوش مع الميليشيات الحوثي جدد الزبيدي التأكيد على ان هذا الامر غير ممكن مشددا على ضرورة وجود عملية سياسية الشاملة تضمن عودة الجنوب كدولة مستقلة تبدأ ميليشيات الحوثي حملة جديدة من فرض الجبايات تحت ذرائع دينية مستغلة عيد الاضحى المبارك لدعم مشروعه الطائفي ومقاتليها على حساب معاناة المواطنين الاستغلال ثم فرض الجبايات تحت ذرائع دينية تستغلها ميليشيات الحوثي لصالح مشاريعها الطائفية خاصة مع اقتراب عيد الاضحى المبارك اسلوب ومنهج تتبعه الميليشيات لرفض ارصدتها ودعم مقاتليها غير ابيهة بمعاناة المواطنين وظروفهم المعيشية الصعبة اذ بدأت ميليشيات الحوثي بحملة جديدة للجبايات تستهدف بها جميع شرائح المجتمع وبالاخص التجار وملاك المحال التجارية ولم يسلم منها حتى الجامعات والمؤسسات العمومية ناهيك عن الحكومة في مختلف المناطق الواقعة تحت سيطرتهم من اتاوات على السكن واعمال اعتداء ونهب للممتلكات ومن اوجه الاستغلال المتعددة لدى ميليشيات الحوثي مطالبتها بتوفير احتياجات العيد للمقاتلين في الجبهات من الاضاحي بمختلف انواعها من خلال فرض التبرع بها على كبار التجار وملاك المحال التجارية كما حدث في اب اذ فرضت الميليشيات عددا من الجهات الرسمية التبرع باكثر من 2700 رأس من المواشي لصالح قياداتها ومقاتليها الى جانب تبرعات نقدية ومن شواهد فرض الجبايات التي تفرضها الميليشيات الحوثية مستغلة المناسبة العظيمة على كل مسلم في كل عيد يمر على المواطنين ما قامت به من الزام مسئولي الاحياء او ما يعرف بعقال الحارات بتوزيع مظارف فارغة مكتوب على كل واحد منها اسم مالك السكن ومكتوب عليها الاية القرآنية انفروا خفافا وثقالا ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية لاعداد قوافل تبرعات لمن تطلق عليهم الميليشيات صفة المرابطين في الجبهات بمناسبة عيد الاضحى ولم ينجوا من بطش الميليشية حتى الباع المتجولين في استهداف مصادر دخلهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد خاصة ان الباع المتجولين يوفرون على اهاليهم عناء التوجه الى المدن الرئيسية والاسواق الكبرى على مستلزمات ومتطلبات العيد ويرى مراقبون محليون ان ما تقوم به ميليشية الحوثي من فرض الجبايات على التجار والباع المتجولين وحتى المواطنين يهدد بشكل مباشر حياة المواطنين اكثر من مصدر دخلهم من خلال ارتفاع حالة الانتحار دون تحرك فعال من المنظمات الحقوقية والدولية خصصت ميليشية الحوثي نحو سبعة ملايين دولار بمناسبة عيد الاطحى المبارك لانفاقها على العماصر الموالين لها فيما يعاني ملايين السكان من الحرمان من الخدمات وتوقف الرواتب واحتاجون الى مساعدات انسانية عاجلة في وقت تؤكد فيه تقارير اممية ان اكثر من ثلاثة وعشرين مليون شخص بحاجة الى مساعدات انسانية منهم ثلاثة عشر مليون طفل تعلن ميليشية الحوثي الانقلابية تخصيص عبر مؤسسة قتلها وجرحها وهيئة الزكاة تابعة لها اكثر من ثلاثة مليارات وستمائة مليون ريال يمني اي نحو سبعة ملايين دولار لانفاقها على عناصرها الميليشيات اعلنت عبر وسائل اعلامها ان تلك المبالغ ستخصص لاقامة مشروعات تتزامن مع قدوم ايد الاضحة تهدف الى دعم اسر القتلى والمفقودين بين صفوفها دون غيرهم من ابناء الشعب اليمني في مناطق سيطرتها هذا ودعا قادة الميليشيات جميع موظفي الدولة وما تبقى من مؤسسات القطاع الخاص في مناطقها الى تقديم الدعم لعناصرها وعائلات قتلها وجرحاها كما طالب المبادرات الانسانية وتطوعية ورجال الاعمال والميسورين بالتبرع لعناصرها متجاهلة خطر الجوع الذي بات يهدد ملايين السكان في سياق استمرار توسيعها للانتهاكات المالية والادارية في مؤسسات الدولة اليمنية اكد برلمانيون في صنعاء وجود فساد واسع في كافة المؤسسات الحكومية والقطاعات الخدمية متهمين هيئة الزكاة الحوثية بانها لا تركز على الفقراء والمساكين وانها تفرض مبالغ مالية غير مشروعة على اصحاب المحل الصغير وباعة الارصفة والباعة المتجولين دون الاقتراب من الشركات الكبيرة التي قد تكون شريكا رئيسيا فيها او لموالين لها الى ذلك كانت مصادر حقوقية في صنعاء قد اتهمت في منتصف اذار المنصرم ميليشيا الحوثية عبر هيئة الزكاة تابعة لها بتخصيص نحو 16 مليار و724 مليون ريال لصالح اقامة كثير من المشروعات المتنوعة تستهدف اتباع الميليشيات دون غيرهم من الفقراء والمعوزين والمحتاجين في المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها نفذ صندوق النظافة والتحسين في عدن حملة واسعة في السواحل والمتنفسات تحضيرا لاستقبال العيد يأتي ذلك بعد تسلم الصندوق معدات للنظافة من قبل السلطة المحلية تنظيف السواحل والمتنفسات مهمة تلقى كل عام على عاتق هؤلاء الذين يعملون في أجواء حارة وساخنة لكي تبدو المدينة بحلة جميلة ندشن اليوم عمل كالناسة الشواطة والسواحل في محافظة عدن عدد مكينتين مع العربات ودخول هذه الآليات سوف يعطي نقلة نوعية في النظافة لمرتادي السواحل والشواطئ ويعطي انطبع إيجابي بالنسبة للنظافة وخاصة مع استقبال عيد الأضحى المبارك كل عام أنتم بخير ونحن عمال نظافة منطقة خرمكسر نقوم بدورنا كتنظيف الشواطئ والسواحل في محافظة عدن ونرجو من الأخوة المواطنين يعني الاهتمام بالنظافة يعني أثناء زيارتهم أيام العياد ويكونوا عونا لنا هذه الجهود أتت بعد تعزيز السلطة المحلية لصندوق النظافة والتحسين بمعدات تسهم في عملهم الذي لا يستقيم إلا بتضافر جهود المواطنين معهم في الحفاظ على شوارع المدينة وكذا مسؤولية القائمين على الصندوق في الحفاظ على هذه المعدات من المهم أن تبقى شوارع المدينة نظيفة في الأعياد وغيرها وهذا لا يستقيم إلا بتضافر كل الجهود صندوق النظافة والتحسين من جهة وكذا المواطنين الذين تلقى على عاتقهم مسؤولية المحافظة على المدينة ونظافتها ورونقها النظافة سلوك إنساني ومرئات عاكسة للبيئة والمجتمع وكثيرة هي الأخطاء التي تلاحظها في شوارع المدينة سببها الأول بعض المواطنين الذين يفتقرون للسلوك الإيجابي فتجده يرمي القمامة في الشارع وباستطاعته أن يضعها في أماكنها التي خصصت لها فعادنوا بحاجة إلى سلوك إيجابي من كل من عليها صالح نشه ألغت المشرق عادا النشرة مستمرة وتتابعنا فيها بعد الغاصل قصير أسواق المواشف يبيئ تشهد إقبالا على شراء الأضافي أهلا بكم مجليد تشهد أسواق المواشف في محافظة إبيئنة إقبالا كبيرا على شراء الأضافي فيما يأمل أبناء المحافظة بأن تتحسن المنظومة الكهربائية خلال أيام العيد لحفظ لحوم الأضافي والاستفادة منها يستعد الناس في أبيئن لاستقبال عيد الأضحى المبارك في ظل أوضاع اقتصادية صعبة جمال حسين كغيره من أبناء أبيئن ذوي الدخل المحدود استعد لهذا اليوم بتربية أضحية العيد في منزله منذ سنة إلا أنه كغيره من أبناء المحافظة يواجه قلقا قطاع الكهرباء في أيام عيد الأضحى المبارك هناك مشكلة لدينا هنا في محافظة أبيئن هي مشكلة الكهرباء فالمواطن لو ذبح أضحية مثلا لم يجد مكان لخزنا خاصة في التلاقية بحكم أنه الكهرباء تنقطع لساعات طويلة عندنا ولو فرضنا أنه بيقوم بتصدق بقزء أو بنص منها أيضا المشكلة حق يومين صعب أنه يحفظها أيضا بحكم الكهرباء أنها تطفى في اليوم تقريبا أكثر من 12 ساعة وهذه معظلة كبيرة وقافة في محافظة أبيئن مع ذلك نقول أنه الواحد بيشتري اللي عنده صداعة بيشتري لأنه هذه من شعار الله ومن يعظم شعار الله فذلك من تقوى القلوب مع تكبيرات العشر من ذي الحجة تشهد أسواق المواشي في أبيئن إقبالا لشراء الأضاحي وذلك في ظل تقلب أسعارها بشكل يومي إلا أن هذا العام يعد أفضل من العام الماضي أسعار الأضاحي مناسبة للي بيشتري ديليام يعني فيه وارد من الكباش كثير قدا والأسعار مناسبة يعني اللي ممكن الشيء ضحي ممكن يقدر يشتري لكن مشكل للناس طبعا الأوضاع سيئة والأوضاع الموجودة طبعا على الوضع البلاد طبعا أوضاع الوضع سيئ جدا بعض الناس الأهالي والأسر لم توجد معهم طبعا مبالغ مالية من كان يشتريه على العيد وهذا اللي حصل لكن الأسعار مناسبة في هذه الأيام الناس دقلهم محدود وقلال أسعار لبع العباد وحقيقة حتى وإن تتمكن الشخص من شراء الأضحية ولكنه يعاني من مشكلة أخرى في عملية التخزين في الثلاجة مع انقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وهذه بشكل يعني مشكلة كبيرة على المواطن نتمنى من السلطة المحلية والقائمين على إدارة الكهرباء بالعمل بجدية لتوفير التيار الكهربائي بشكل مستمر تمتاز محافظة أبيان عن باقي محافظات البلاد بجودة لحوم المواشي التي اشتهرت بها حيث يتم تسويقها إلى المحافظات المجاورة وتباع بأسعار مرتفعة وذلك نتيجة للمراعي الطبيعية الخصبة والتباريس الكغرافية الملائمة لتربية المواشي التي تتميز بها مديريات المحافظة لقناة الغد المشرق عثمان عامر أبيان تحتفل مدينة شبام بعيد الصغيرين كتقليل متوارثة يحتفل به الأهالي منذ عشرات السنين في الاحتفال يلبس الأطفال الملابس الجديدة ويوزع عليهم الطعام كرسالة تعبر عن المحبة والسلام والتكافل الاجتماعي يرددون أهازيجا شعبية متناغمة مع دقات الهاجر التي يتردد صداها في كل أرجاء المدينة العتيقة أجواء العيد بدأت في مدينة شبام بعيد خصص للأطفال سمي بعيد الصغيرين عيد الصغيرين عيد يحتفل به أهالي شبام قبيل عيد الأضحى المبارك كتقليل سنوي متوارث منذ عشرات السنين كانت تتم زمان لتكريم الأوائل المدارس الأهلية والآن تمت عادة سارية لمفعولة الآن هي احتفال بس يوم الشربة يتم فيها هازيج تكريم للمعلم لام لام رفع لقلام لام لام اليوم تعلام ومعلمنا معلمنا إذاك الله خير وفيها هازي شعبية الآن طورناها الحديثة اللي هي تمتاز شبام بهاء اللي في شبام المدينة عادة العيد والفرحة لنا في عيدهم يلبس الأطفال الملابس الجديدة ويطوفون أفواجا بالمدينة التاريخية مرددين الأناشيد الاحتفالية والتراثية المتداولة عند الجميع في المقابل يتم تحضير وجبة الشربة للأطفال والأهالي تكريما لنجاح الفعالية واختتاما لها هذا اليوم بهيج وسعد أبوه الأطفال ما بالك الألاء الكبار اليوم هذا في انتظاره من قبل الفجر في انتظار الساعة هذه واللحظة هذه اللي يتم فيها توزيع الشربة وشربة هذه عادة مسبقة من قبل ما نخلق نحن والله هذه عادة من قبل لنخلق العابان والجداد جات في وقت كان حرب عالمية الثانية بعدها أملوها كمساعدة للعامة للناس التعبانين وفرهم بوكي يجمعون الخلق وتكررت عدة سنوات الشباب وبقت هذه العادة حميدة المناسبات في المدينة التاريخية لها طقوس وأجواء متفردة تحظى بتفاعل ومشاركة الكبير والصغير كتعبير عن فرحتهم بالمناسبات السعيدة المدينة التاريخية عظيمة ومتميزة في كل شيء فهي تسبق كل المدن حتى في فرحة وإسعاد الأطفال محمد بحفين الغد المشرق من مدينة شبام أولا المشاهدين الكرام ننتقل إلى أخبار الرياضة أعلن الاتحادان الدولي والسعودي لكرة القدم إقامة منفسات بطولة كاس العالم للأندية 2023 خلال الفترة من الثاني عشر إلى الثاني والعشرين من ديسمبر في مدينة جدة وذكر الاتحاد الدولي أنه عقب زيارة قام بها وفد الفيفا إلى مدينة جدة هذا الأسبوع لتقييم الاستعدادات لبطولة كاس العالم للأندية أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم والفيفا أن كافة المباريات ستجرى في مدينة جدة نهاية والنشرة وهذا تذكير للعنوين بمشاعر إيمانية مهيبة حجاج بيت الله الحرام يقفون على جبل عرفات لأداء الرفل الأعظم كما في كل عام ميليشيات الحوثي تستغل حلول عيد الأضحى المبارك وتفرض جبايات جديدة لدعب حربها استقبالا للعيد المبارك اطلاقوا حملة نظافة واسعة في سواحل ومتنفسات العاصمة ترجمة نانسي قنقر